أيضا من المفاهيم التي يجب أن توضح للمسلمين لأن كثير من المسلمين إلا من رحم الله تعالى قصدهم خير لكن بدون علم ولهذا السبب أنه قصدهم خير وبدون علم العلمان نغشوهم بمصطلحات كثيرة منها الليلة نناقش مفهوم كلمة الديمقراطية الديمقراطية كثير من الناس بيعتقدوا أن الديمقراطية هي الشورى شكيته طوالي يقول لك يا أخي الإسلام دعي للديمقراطية والديمقراطية موجودة في القرآن الدليل وأمرهم شورى بينهم لا ربنا ما قال الديمقراطية بينهم أو الديمقراطية حلال لا لا قال وأمرهم شورى بينهم ما قال الديمقراطية لأن الديمقراطية ما هي الشورى أبدا ولا في شورى ذاته بدليل الأحزاب اللي بتدعو لديمقراطية الليلة دي كلها بس مسك بلدنا السوداء النموذج تلقى قاعد فيها الرئيس ما بفك إلا يموت إلا يموت وإذا مات بيجيبوا ولده ومرات عمه أخوة أبوه المات إذا مسكوا ولده داك طمعان فيها سيوف بتطلع زي ما حصلت هنا فيه فيهم درمان وحصلت وين وحصلت وين سيوف مرقت يا ناس من أجل السلطة سلطة جنو ورية له سلطة بلد سلطة بتاعة حزب أو طريقة مفلسة القامة عندها يشكلوا على الزعامة زي ما قال النبي عليه الصلاة والسلام ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه معنى الحديث يعني زريبة بتاعة غنم يدخلوا فيها ذئبين اتنين جائعين جوع شديد والزيبة لو ما جائع لو ما دي لاكل بكتل الغنم ما بالك ذيب مش كمان حيوان تاني من أكتر حيوانات المفترسة ضد البهاي وكمان جائعين ويدخلوا جوة زريبة يعني يتمكن منها جوه ما بتقر تجري منه ولا حظة كله حيفسدوا الغنم ده كيف فساد شديد شديد لكن أقل من فساد حرص المرء على المال والشرف لي دينه ده أفسد حرصه على المال والشرف أفسد ليه على دينه من فساد الغنم المتمكن منهم جوه زريبة هم جائعين المهم الديمقراطية باختصار شديد هي حكم الشعب للشعب بالشعب ويقال أيضا عندهم هم وبعرفوها برضو هي حكم الشعب يعني خيار الشعب يعني شعب يختار بما يحكم أغلب الشعب يختار والله يحكموهم بالغرآن والسنة أغلب الشعب والله يختاروا يحكموهم بالعلمانية أغلب الشعب يختاروا يحكموهم بلق اشتراكية بالرأس مالية بغيرهم يختاروا لهم حينجروا لهم حاجة حكم الشعب وليس حكم الله لاحظ يعني الديمقراطية من تعريف هذا بجميع تعريفه هي إن الشعب هو الاختار وليس الله عز وجل هو الذي يحكم إنما الشعب هو الذي يختار ويحكم ده خلاصة ده الديمقراطية وده أصل الديمقراطية ما هي الشورى لكن زي ما قلنا دائما بنكرر إن العلماني مجرمين بيطلقوا لبز وعندهم معنى معنى باطن بذي السوء وده هو المعنى الحقيقي الخبيث السيء بذي السوء والمعنى الظاهر هذا بيكون جميل وقل لك الدمقراطية الشورى يا جماعة إذا لقوا مسلمين كتار لشان ما يدقوهم وشاكلهم قلنا دمقراطية الشورى الشورى موجودة في القرآن وأمرهم شورى بينهم وشورهم في الأمر موجودة في القرآن زي ما ألف الحج والراج كتاب اسمه الدمقراطية في الإسلام تقريبا واتكلم نفس الكلام ده قال الدمقراطية ده موجودة ده القرآن ذاته والقرآن قال هو الدعاء للدمقراطية قال والرسول صلى الله عليه وسلم مع أنه الحج والراج مع أنه قضية مع القرآن ولا مع الرسول صلى الله عليه وسلم لكن اشان عايش في واقع سودان هنا تسعة وتسعين في المية مسلمين الدولة بتاعة الشمال السودان دي كلها تسعة وتسعين في المية مسلمين فدار غش المسلمين بما يعتقدونهم وده كذب دمقراطية ما هي الشورى أبدا وإلا لو الديمقراطية هي الشورى خلاص الشورى ما موجودة في الإسلام ليجبت الدمقراطية ما يكفينا الشورى خلاص سموها الشورى وأخذوها من القرآن وطالما طلعتوها من القرآن معنات القرآن في عقيدتكم بالضرورة ويلزمكم أن يكون أنجح حاجة تطلعوا منا صحيح أو ما صحيح وتستفيدوا منا وطلعوا منا فوايد خلاص أحكمونا بالقرآن صحيح أو ما صحيح إذن ده كله كلام كذب يا ناس يأخذوا الشيء اللي يظنوا أنهم بيخدم خطهم ويغشوا بالمسلمين ويقول لك الديمقراطية هي كده وهي كده وده كذب الديمقراطية حكم الشعب والخيار للشعب والسيادة للشعب وليست لله أما القرآن ربنا سبحانه وتعالى قال إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم وربنا سبحانه وتعالى قال إن أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله مش أراك الشعب لا 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 بما أراك الله يعني القرآن والسنة ولا تكن للخائنين خصيمة وربنا سم أي حكم غير حكم سم جاهلية قال تعالى في القرآن الكريم وهذا القرآن ذاته ربنا سبحانه وتعالى قال أفحكم الجاهلية يبغون شوف أي حكم غير حكم الله ربنا سم جاهلية قال تعالى أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون وسبحان الله يا جماعة إذا كان ذي قوانين الديمقراطية والرأسمالية والاشتراكية أو غير كثير نجروها البشر من رؤوسهم وبشر ذاته رؤوسهم واسخانة كفر الناس الألفوا الحاجات دي ما مسلمين ذاته الناس الوضعوها وبعضهم نصارى كفر لأنه كتاب من المقدس ده ده ماهو الإنجيل النزل على عسده ده محرف كما قال تعالى يحرفون الكلمة عن مواضعه ما لقوا فيه حكم صحيح يحكموا بيه ودنياهم ولا لقوا فيه عبادة صحيحة يتعبدوا بيها ويصلحوا بيها أخراهم أشان كده اضطروا ينجروا مع أنه ما عندهم حق مما حرفوا كتابه ما عندهم حق شان اضطروا يعملوا الحاجات دي ذاته والمفروض يؤمنوا بالإسلام لكن ديلهم لأنه ما لقوا حاجة في كتابهم انت القرآن ده في كل شيء ربنا سبحانه وتعالى قال ونزلنا عليك الكتابة تبيانا لكل شيء لكن الديمقراطين والعلمانين بيقولش المجتمع لما تقول لهم القرآن ده فيه كل شيء والسنة فيها كل شيء حكم الدنيا والآخرة وفيه أحكام الدنيا وحكام الآخرة وفيه كل شيء السياسة والاقتصاد وكل شيء جوا يقول لك يعني يعني تا انا دارنا نرجع على القرآن ونبقى قدام ونركب الجمل ونشيل الدرجة ونشيل السيف حسنا احنا شايلين درجة وسيف احنا ما قاعدين معاك ونؤمن بالقرآن والسنة ونطبق أحكامه بإذن الله سبحانه وتعالى شايلين درجة وسيف لا ما قلنا كده أصلا ولا القرآن تعارض أو نهى عن التطور الدنيا وبل أمر ربنا قال فامشوا في مناكبها أطراف الأرض يعني امشوا فيها واصعوا فيها اعملوا الدائرين من الحلال مما لا يعارض الشرع الحنيف فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور ربنا سبحانه وتعالى قال أيضا هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم خلق لكم ما في الأرض ليه كدت تشوف خلق لكم والنبي عليه الصلاة والسلام في حديث التأبير قال أنتم أدرى بشؤون دنياكم ورنيات آية من القرآن وحديث من السنة يعارض إن الإنسان يخترع له حاجة تفيد الناس في الدنيا حاجة مفيدة ما حاجة ضارة ورني الإسلام بس قال لك الحياة اللي بتضرك أنت كبشر وبتهدد حياتك بالانقراض وبالموت قال لك دي ما تسويه وبالله إذا خير ولا ما خير كون يقول لك ما تنتحر ما تطعن نفسك بحديدة ما تفجر نفسك ما تسوي ما تسوي ده بتعارض مع التكنولوجيا ده ليه خير لك أنت وإبقاء لك أنت ولحياتك أنت فهمرك القرآن تسوي أي شيء أنت دائره من الخير ومما ينفع ومما يفيد ما تعارض مع هذه الأشياء بل الإنجيل والكتب التي حرفت والتوراة حقها اليهود المحرفة الليلة هي التي تعارضت مع العلم الإنجيل بيقول الكرة الأرضية مربعة مربعة زي سيريج مربعة والله زيدة بيقول الكرة الأرضية مربعة التوراة فيها كلام ذات عجيب ما بيتقال والإنجيل المحرف ده مش النزل على عيسى الصحيح الزمان محرض فيه كلام قلت أدب جوه عديل أتحدى أي نصراني أكبر صليب في البلد والغيرة يقرى سفر حسقيال الإصاح 23 بس إقربس إقربس ولا يشرحوا بس يفتح كده يقرأ وينشروا من الناس بيخجلوا كلهم سفر نشيد الأنشات ما في واحد في النصال يقدر إقرأ قدام الناس كيف يكون الله قالوا بيخجلوا منه حتى قالوا الكاسولي قالوا في مقدمة السفر ده نشيد الأنشات قالوا هذا السفر لا يقرأوا إلا القليل من المؤمنين لأنه لا يلائمهم كثيرا بيخجلوا منه إيضا بتخجل منه كيف ربنا سبحانه وتعالى يكون قالوا يا ناس كلام فيه وقلت أدب وصف للمرش شعر والعيون وانت ماشي كلام كله فارق ساكن عشان كده دين اخترعوا الأباطيل دي جابوا وديمقراطية وغير وغير نحن القرآن دي عندنا فيه كل شيء كل شيء وكل ما يخترعوا العلماء شيء يكون صحيح بيلقوا موافق للقرآن للليلة للليلة ما قدروا يجيبوا حاجة القرآن يعارضوا أبدا أبدا ونتحدهم لهم القيامة شكد ربنا قال أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا أدو صلى الله وسلم مبارك على الحمد والسلام